اهلا بحضراتكم مرة تانية هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي الفقرة الصحفية واللي بيشرفنا وينورنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد خليفة صباح الخير منورنا دايما في صباح مين الله يخليك صباح النور يا أستاذ مرين اهلا بحضرتك يا فنة هنبدأ مع حضرتك فأول خبر معنا بيقول مصر تعلن دعم دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة وأوضحت جمهورية مصر العربية أن التقدم بإعلان تدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق لاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية واتفاقية جيناب الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أستاذ أحمد كيف ترى تعنط الجانب الإسرائيلي رغم رفض واحتجاج مصر والمجتمع الدولي كله لكل أفعال إسرائيل حاليا؟ هو طبعاً زي ما حدريك يعني أريتي الخبر بالتراصيل دي يعني نقدر نقول ده بداية تسعيد يمكن من أول ما شفنا دقول الاستعراض اللي قامل بين قوات الإسرائيل هي الرفح والعالم كله بتابع طبعاً على مدى سبع شهور المجازر والمعاسي الإنسانية للعيش في الشعب الفلسطيني كان لابد من التحرك وتحرك بسيط بالمناسبة يعني في خطوة من الدولة المصرية والإدارة المصرية للتسعيد اللي اعتبرته الحقيقة صحافة الإسرائيل ويمكن عدد من مسؤولي الإسرائيل بينه يعني يعد خطوة صعبة من مصر ويعني كأن ما تفعله إسرائيل في غزة لا يرى أحد طبعاً ضمن مصر برضو لجنوب أفريقيا في دعوتها بيمثل دعم لملف القضية الفلسطينية على مستوى المحكمة الدولية وأيضاً بيمثل دعم كبير لعديد من دول العالم ومنها الدول العربية ليه أتشبس بهذا الحق لأن طبعاً كل الجرائم اللي بتناقشها في هذه المحكمة ويمكن هي المحكمة نفسها تأسست بعد الحرب العالمية الثانية كدعم لقضايا اليهود في المذابح التي تعرضوا إليها وأيضاً للمرة الثانية يمكن من 2014 فتحة القضية الفلسطينية والانتحاكات الإسرائيلية اللي بدأت من مايو 15 مايو 1948 تاريخ كبير من المجازر والقتل للشعب الفلسطيني طيب أستاذ أحمد هنروح مع حضرتك ليه الخبر اللي بعد كده خبر خاص برئيس الوزراء اللي بيقول نستهدف ضبط الانفاق العام على البنية التحتية خلال الفترة المقبلة شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة اللي افتتاحية لاحتفالية يوم مؤسسة التمويل الدولية بحضور عدد من الوزراء وأيضاً نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية وممثلي القطاع الخاص في مصر وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإسلحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة رجائز رئيسية أولاً أن يكون هناك سعر صرف مرن يقضع للعرض والطلب وأيضاً ضبط السياسات المالية وتجديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعد البرامج الوطنية الأخرى بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دوراً مهماً وقيادياً في التنمية الاقتصادية أستاذ أحمد إيه رأي حضرتك في التصريحات الخاصة برئيس الوزراء بشأن الإسلحات الهيكلية خصوصاً أنه في الفترة الأخيرة لما مصر التزمت بهذه الإسلحات وهذه الركائز الرئيسية في الإسلحات الهيكلية ابتدينا نشوف اقتصاد منتعش ابتدينا نشوف طفرة أو تنمية في الاقتصاد في السنوات الأخيرة أو في الفترات الأخيرة بتشوف إزاي هذه التصريحات وتطبيقها على أرض الواقع طبعاً مشكلة المشاكل الأمام دول العالم كلها كلنا شايفين نسب التضخم اللي بتزيد في العالم وأيضاً صراع الدول الشديد الاقتصادي في مسألة جذب الاستثمار جذب التمويل أيضاً فتح الأسواق والتصدير دي يعني من أساسيات العمل الاقتصادي أمام دول وكانت هناك دول يعني صغيرة ثم انتعش صغيرة بمعنى مقيس الاقتصادية العالمية وانتعشت الاقتصاديات هذه الدول وأصبحت من مصاف أو من كبريات الدول ذات الشأن الدولي المعتبر في مجال الاقتصاد ومصر ليست غريبة عن هذا السياق إحنا برضو تأثرنا بما تأثر بالعالم من التضخم وارتفاع في الأسعار وأيضاً مشاكل اقتصادية خاصة بالحالة المصرية وهي يعني عدم اتباع التطوير اللازم في يعني أسس وأسليب العمل الاقتصادي الرشيد وأيضاً يعني عدم نجاح عدد من المؤسسات المصرية في هذا السباق الدولي فلجأت الدولة المصرية إلى يعني فكرة إعادة إعادة الهيكالة مرة أخرى والتطوير وجعل الشركات المصرية التي سوف تنافس الشركات مسيلتها من دول العالم أن تكون في وضع أفضل أكيد أستاذ أحمد ننتقل للخبر اللي بعده نعم أتفضل تفضل يا فندم أن تكون في وضع أفضل وضائق من حيث المنافسة التجارية الدولية صحيح ننتقل للخبر اللي بعده بيقول عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضم عدداً من المستثمرين في القطاع السياحي لبحث سياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لدى مصر إمكانات وعادة في هذا المجال إذ تذخر بمقاصد سياحية متعددة إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير متناسبة مع ما تمتلكه الدولة من إمكانات معرباً عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران لبلوغ الأرقام المستهدفة التي تستحقها الدولة في ضوء ما تتمتع به من إمكانات إحنا شفنا كتير من الجهد في تطوير الأماكن السياحية في مصر وكمان اهتمام بتطوير وإنشاء متاحف جديدة فحضرتك شايف إزاي الدولة ممكن أو السياحة هتجني ثمار كل هذه التطويرات في الفترة اللي جاي ده حقيقة طبعاً مصر دولة سياحية في المقام الأول مصر ده امتلك من السروات في المكان الإرث الثقافي والتريسي أثار عديدة على مدى سنوات كثيرة وهي تمثل لأحد أهم أو من أهم مصادر الدخل المصرية صحيح طبعاً الدولة بتفكر دايماً بشكل متتالي على مدى سنوات طويلة في كيفية الاستفادة منها من المصدر الهم كأحد مصادر العملات الأجنبية ومنها الدولار بشكل أساسي كأحد مصادر التمويل الدولار في مصر لتلبية مطالب الدولة في أشياء كثيرة أخرى منها استراد السلع والاحتياجات الأساسية طبعاً زي ما حدق أشرت في الخبر يعني المتاحف والتطوير يعني السياحة الثقافية بشكل أساسي ويمكن على رأسها المتحف المصري الكبير وتكلفت الدولة المصرية ملايين الجناهات لإنشاء هذا السرح بالإضافة إلى المتاحف الجديدة وتطوير القديم منها على مستوى الدولة بالإضافة إلى سياحة أخرى مهمة جداً وهي السياحة الترفيه في الشواطئ المصرية وده شفناه في استثمارات كبيرة جداً في هذا المجال أيضاً السياحة الدينية والسياحة العلاجية والحياة يعني مصر دولة سياحية بالمقام الأول وأيضاً يعني من المهمة جداً إعداد والترويج لبرامج مهمة لاستقبال عدد أكبر ولازم كل واحد فينا كمان يكون سبب أساسي إن الناس كتير تعرف عن مصر وإن فيه ناس كتير من دول العالم تتمنى إن هي تيجي مصر تشوف كل حاجة فيها فلازم إحنا نعرف نروج إزاي لبلدنا الفترة اللي جاية اليوتيوبر والسوشال ميديا صحيح العالم كله أصبح يعني زي ما بيقولوا شايفين بعضنا شايفين نفسنا كويس ما نقدرش حدثة بسيطة بتحصل في أي مكان في العالم ما حدش يقدر يخبيها لازم يكون الإنسان أو الفرد نفسه هو ويعتبر نفسه في حد ذاته سفير يقدم وينعبر عن ثقافة هذه البلد وطبعا المشهور عن المصريين طول عمرنا الحياة والحمد لله ما زلنا بحسن الاستقبال والشهامة والكرم يعني حسن الاستقبال الغريب بالذات وضياطته واستقباله صحيح طيب أستاذ أحمد ننتقل مع حضرتك للخبر اللي بعد كده والخبر بيقول سامح شكري اتفاقية السلام مع اسرائيل لها آليات للتعامل مع أي انتهاكات قال سامح شكري وزير الخارجية ان اتفاقية السلام مع اسرائيل لها آليات للتعامل مع أي انتهاكات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسولفينيا بمقر قصر التحرير وأضاف شكري أن مصر لا تقبل بأي عملية نزوح للفلسطينيين وأن هناك توافق دولي على رفض أي عملية عسكرية اسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين أستاذ احمد تصريحات مهمة جدا من جانب وزير الخارجية المصري سؤالي لحضرتك هل دلوقتي بالفعل اسرائيل اخترقت اتفاقية السلام ولا لا ده أول سؤال تاني سؤال ماذا عن الفلسطينيين بعد رفض مصر رفض قاطع ليه النزوح بعد رفض مصر ليه ليه النزوح الفلسطينيين آه تمام طبعا من ناحية اختراق اسرائيل لتفاقية كان بديفيد ده تم بالفعل كان فيه تفاهمات تعقب خروج كان وقتها تم تم إمتى يا فندم أول ما دخلوا محور فليدلفيا مثلا ولا آه من هستح لحضرتك هو طبعا آه عقب خروج اسرائيل من غزة 2005 آه مصر وقعت استكمال لمعاهدة كامب ديفيد آه في آه يعني 79 في آه اتفاقية كامب ديفيد وفي حاجة اسمها معاهدة السلام المصرية آه الإسرائيل آه طبعا آه كان إضاف لهذه المعاهدة وهذه الانتفاقية آه الجزء الخاص بمحور آه صلاح الدين أو ما يطلق عليه ممر آه في لديلفيا آه بعدم تواجد أي قوات إسرائيلية فيه فطبعا القوات الإسرائيلية من كم يوم دخلت في آه هذا المحور آه هذا المحور تحت سيطرة مصرية كاملة آه وهو على فكرة لا يمس ولا يخص الأراضي المصرية هو في الأراضي الفلسطينية آه على الطرف آه الموازي للشدود الدولية بيننا وبين أشقاءنا في آه قطاع غزة أو بيننا وبين الجانب الفلسطيني فكلنا شفنا الدخول الاستعراضي آه الذي حدث بعدد من القوات واحتلال آه معبررفح بكتيبة إسرائيلية كاملة آه طبعا كلنا شفنا العالم الإسرائيلي بالحجم الهائل آه وأيضا الاعتداءات على أطراف وتقوم آه مدينة غزة واستمرار مسلسل القتل آه 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 طبعا تأكيد مصر بأنها حريصة آه نوع من أنواع آه آه رسالة واضحة أننا حتى اللحظة الأخيرة آه ما زالنا نريد أن نحافظ على السلام والاتفاق الذي ضمن السلام لمدة آه يعني إحنا بنتكلم في حاجتك آه خمسين سنة تقريبا يمكن من آه من آه الحدوء وعدم آه ضبط النفس آه الدخول في رغم طبعا كان المشاكل بين آه إسرائيل آه وهذا الكيان والعديد من الدول في المنطقة مسيرة للمشاكل آه حتى لمن قامت بالتوقيع معهم على اتفاقيات السلام وده تاريخهم وده عدوم في مصر بعد رسالة آه في آه تفسرحات آه سيد وزير الخارجية بأننا حتى اللحظة الأخيرة ما زلنا مصررين على السلام يعني بيسموها في العرف الدماشي نوع من أنواع التلطيف يعني آه نتيجة وقف التنصيق ما زلنا وما بين إسرائيل عن مستوى الأمني ووقف المحدثات كما فعلت قطر آه وتحول مصر من خانة الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين آه بالخبر السابق بانضمنا إلى آه جنوب أفريقيا في آه دعوتها للمطالبة بإجراء محاكمات للمسجدين الإسرائيليين في هذه الانتحكات وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أستاذ أحمد ننتقل للخبر اللي بعده ملف الحرب الروسية الأوكرانية الخبر بيقول الرئيس الشركاء على أهمية تسليم المساعدات العسكرية في وقتها أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي أهمية تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت المناسب داعيا الشركاء إلى ضرورة إرسال المساعدات المعلن عنها وإن كل نظام دفاع جوي وكل مضاد للصواريخ هو حرفيا ما ينقض الأرواح ويقل المدن والمجتمعات الأوكرانية على قيد الحياة وأضاف من المهم أن يدعم الشركاء جنود وقدرة أوكرانيا على الصمود بالإمدادات في الوقت المناسب لأن الحزمة التي تساعد حقا هي الأسلحة التي تم جلبها إلى أوكرانيا وليس فقط الأسلحة المعلن عنها أستاذ أحمد بهذا التصريح أو بهذا الكلام نقدر نقول أن أوكرانيا بتلفظ أنفسها الأخيرة وأن هي غير قادرة على الاستمرار في هذه الحرب والصمود أمام روسيا هو طبعا كلام جزئيا صح طبعا أن الأسلحة خصوصا الدفاع الجوي هي من تحمي سماء المدن ليس الأوكرانيا فقط ولكن لأي دولة في العالم يعني كلنا شوفنا في الخبر القابلي الغرات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة بالطيران على مدى شهور طويلة نتيجة عدم وجود دفاع كوي مثلا على سبيل المثال لكن الحقيقة هو اللعبة التي عملت على أوكرانيا والشعب الأوكراني لعبة لطيفة جدا دخول الولايات المتحدة ومن بعدها الدولة الغربية بمنطق الدفاع عن كرامة الشعب الأوكراني وتم الزج الحقيقة اختصارا بأوكرانيا في أزمة عسكرية طاحنة اضطرت روسيا أن تقوم بعملية محدودة أو فيما بين كوسين ما يطلق عليها عملية محدودة والمطالبة بالأقليم الأربعة التي تتبع روسيا يعني نقدر نقول يعني ثقافيا وبكلم روسي وانتماءاتهم تتجه إلى الدولة الرسية طبعا مع يعني تضفق السلاح بفلوس كتير بمال وهذه الدول لديها برلمانات ولديها الشعوب تقول نحن أولى بهذه الأموال من أوكرانيا وشوفنا تعصر الصفقات الأسلحة إلى أوكرانيا مؤخرا لو لا اشتداد الصراع في غزة وتقديم باكتجي واحد أو صفقة واحدة والربط ما بين أوكرانيا وإسرائيل كأحد أكبر مطلقي الدعم والسلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الحقيقة يعني هو تصريح كارثي وأوكرانيا بتنتهي بالفعل شيئا فشيا طبعا الدب الروسي والقوات الروسية قادرة على إنتاج يعني يعني مئات الأسلحة المختلفة والزخيرة ولديها ارتباطات دولية كبيرة بكوريا الشمالية والصين وإيران غير أوكرانيا التي تتلقى أو تقريبا أصبحت عيشة على المساعدات الغربية وخصوصا الأمريكية مما يتوقع له حتى عندهم أزمة في التجنيد وهروب لألاف الأوكرانيين في سن التجنيد بشتى السبل وكأن الشعب يريد أن يقول أنه لا يريد الاستمرار في هذه الحرب العباسية المجنونة التي يعني قامت الولايات المتحدة بغرز أوكرانيا فيها بما لا يريد هذا الشعب أستاذ أحمد خريفة الكاتب الصحفي بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة وهذه التحليلات الحية الأكثر مرائعة ودائما بتكون سعداء بوجود حضرتك معنا مشاهدين احنا كده خلصنا الفقرة الصحفية هنروح لفاصل وأندرو هيبقى معاه الفقرة الأخيرة هيتكلم فيها عن مبادرة الكشف وعلاج سرطان الكبد والقضاء على فيروس وهتكون ضفته في هذه الفقرة دكتور مونة حلمي مونة حليم عفوا أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة هنروح لفاصل ونرجع تاني اشتركوا في القناة